بسم الله الرحمن الرحيم يسر موتا أنا السلفي أن يقدم لكم هذه النادي الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله واحد من لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا ثم أما بعد فنرحب إخواننا الحضور ونسأل الله عز وجل أن نجعل خطواتكم في ميزان حسناتكم ونرحب بشيخنا الكريم الفاضل فضيبة الشيخ المهندس عبد المنعم الشحات نسأل الله عز وجل أن يجزل ما ثوبته وأن ينفع به النهاردة إن شاء الله عز وجل يعني عندنا حوار هيبقى مضيتهم من وقتنا لغاية الصلاة المغرب إن شاء الله هيتحرك الحوار في خمس محاور رئيسية الحوار حاولين الدعوة السلفية المحطاتها الأساسية وتاريخها وآليات العمل فيها عندنا خمس محاور للحوار أولا المحطات الرئيسية في تاريخ الدعوة السلفية المحور الثاني إنجازات الدعوة السلفية في هذا الاتجاه الذي نشأت من أجلي المحور الثالث مفهوم العمل الجماعي المؤسسي المحور الرابع آلية اتخاذ القرار في الدعوة السلفية والمحور الخامس والأخير تحرير مسألة الانتماء لكيانة دعوة السلفية ومدى أهمية مسألة الانتماء بالنسبة للعاملين في الدعوة بداية نسمع من شيخنا الفاضل نبدأ سريعا عن المحطات الرئيسية في تاريخ الدعوة السلفية الصحوة الإسلامية في مصر كانت فيها محطة برزة جدا في وقت السبعينات وتحديدا في الجامعة المصرية بفروحة المختلفة وكانت امتداد لنوع من الصحوة السلفية بصفة عامة اللي نشأت في مصر قبل هذا الجيل ولكنه لم يأخذ هذا الزخم الذي أخذه جيل الصحوة اللي بينتمي لي مشايخ الدعوة السلفية المعروفين حاليا فنحب نسمع من حضرتك نبدأ سريع أو مرور سريع على هذه النقطة وتوضيح كيف بدأت الصحوة في الجامعة في السبعينات وكيف بدأت الدعوة السلفية المعصرة في مصر وامتدادتها التاريخية كامتداد للمنهج السلفية الذي يمتد إلى القرون الخيرية الثلاثة الأولى السلام عليكم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى ثم ما بعض ابتداءا دايما نحن نتكلم بالذات في هذه الأولى نحن نفرق بين الدعوة السلفية كعلم على جماعة معينة وبين المنهج السلفي أو الطيار السلفي أو السلفية كمنهج نحن نقول أنه هو الفهم الصحي للإسلام وأنه هو الأصل منذ بداية البعثة وغيره يعني فرع عليه أو انحراف عنه لأن كتير من الناس بيحصل درجة من اللبس أنا دايما بقول المثال المستقر عند الناس اللي هي مثلا جمعية أنصار السنة أنت لو حد سألك داتي أنت من أنصار السنة حد تقول إيه من أنصار السنة يعني كمعنى عام أنت تناصر السنة لكن في جمعية معينة وجماعة معينين يتفقوا على الاجتماع وفي نائحة معينة إلى غير ذلك وصار لهم علم لما تتكلم على أنصار السنة كعلم على جماعة أو جمعية لا هتقول لا دي اللي فيها اللي فرض فيها بيبقى فرض فيها اللي من غيرها ولا يجد الناس غضاضة في هذا يعني كل الأسامي يعني أحيانا بتحصل المشكلة دي بيننا بين الإسلامين ككله بين العلماني يقول لك أحصر أنتوا بتقولوا جماعات الإسلامية وأحنا مش مسلمين أنت بتقول إخوان المسلمين والتنين كفار أنت بتقولوا لا طب ما أنت بتقول مثلا أهم الحرية أو أنت الوحيد اللي تدعو للحرية أنت بتقول مش عارف حزب إيه الديمقراطية وأنت لا إيه تدعو للديمقراطية يعني كل كيام بيتكون بيختار وصف يستحسنه يرى أنه معبر عن منهجه أو عن أهم حاجة في منهجه وبيسمي نفسه بيها هذه التسمية ليست سلبا لهذا الوصف من الآخرين ولكن لكي تستقر الأمور كله بيحترم الأعلام العالمية بإسم أن ده علم على الإسم الفلاني علم على جماعة معينة فطبعا عندما نتحدث عن جماعة الدعوة السلفية فهي البداية كانت في بداية السبعينيان في الجامعة وليس تحت هذا الاسم وإنما تحت اسم الجماعة الإسلامية أو أبلك الاسم الجماعة الدينية في جامعة الإسكندرية وبعدين في جامعة القاهرة وبعدين صارت بعد ذلك الجماعة الإسلامية في جامعات مصر هيا كلها لكن عندما نتحدث عن السلفية ككل فطبعا لها محطات بارزة جدا السلفية أصل إنا إحنا بدون السلفية هي الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأول أيضا طالما إحنا بنتحاول مع بعض بلاتي نقول إحنا في مرحلة تاريخية فعلا صارت السلفية رجعت فيها السلفية كأصل فإياك تخسر الأمر ده رجعت كأصل إزاي يعني كل اللي بيكلمك يقولك أنا مش ضد الرجوع إلى الكتاب والسنة والرجوع إلى فهم الصحابة وأحنا كلنا سلفين ممكن البعض بيقول كده وهو بالفعل صادق من العوامل هو هو مش معاك في دعوتك ولكن هو صادق في أنه لو أنت جبت له أنت كراجل بقى معني كل فكر وكل منهج له دعاء ولو يعني منتمين إليه لكن مش دعاء محبين له أو مقتنعين به فأنت خلاص فأنت خلاص حتى من ناحية التاريخية لن يجي لن يجي فرع يعني إذن ظهرت محطة الإمام أحمد فيبقى لو خد بالك لو أنا أتكلم في مصار تاني المصار الفقهي مثلا حتلاقيني أقف عند محطة قبل دي يعني محطة الإمام أبي حنيفة لإيه الفرق بين محطة أبي حنيفة وما قبلها أن الإمام أبي حنيفة هو أول من بدأ فكرة أن يفترض السؤال والكواب يعني فيه فقهاء قبل منه عظام في الصحابة والتابعين ولكن كان يدرس وينتظر أن يسأل فتلاقي أن المجتمع مجتمع عموما في علم فما يحصلش أسئلة كتير حول أشياء معينة لأننا لكن ما أحرفه هو أول من قال فلافرض السؤال والكواب ماذا لو نسيت كذا في الصلاة وماذا لو نسيت كذا وهو لم يسأل هذا السؤال من هنا نشأ علم الفقر وبالتاني يقول علم الفقر ووضعه أو أسسه بهذه الصورة أنك تباقي مسائل معينة بتدرسها أنت كطالب فقر وبعدين هذا يؤهلك أنك تتعلمها للناس هذا وضع جميعا كلم على مسألة أن يوجد مصدر للتلقي غير الكتابة السنة لفهم سلف الأمة هذا المصدر فضل ينمو إلى أن حاول أن يصير أصلا على يد الدولة العربسية فهنا برزت مرحلة الإمام أحمد كمحطة بارزة جدا من هذه المحطات المعروفة وبعدين لو مشيت أن بعد يعني ما الإمام أحمد يعني رضى الاعتبار للمنهج السلفي وإن كسرت الموجة الاعتزالية المؤيدة بقوة الدولة أنا ذاك على يديه لم ييأس هؤلاء أو خرج التطوير لفكرة المعتزلة على يد الأشاعرة يعني لغاية ما وصلنا المرحلة أن فيه انهيار في عدة محاول انهيار في منهج التلقي انهيار في دخول الحركات الباطنية انهيار في حتى المستوى الأخلاقي بقى المسألة إن لم تكن معتزليا فكن أشعريا وصار المنهج السلفي يتوارى الجمود والتقليد في الفقه الذي منع الفقهاء من التجاوب مع تطورات الحياة أنا أتكلم على سنة 700 هجرية وما حولها ومع هذا كان الفقه في هذه المرحلة بدأ يبقى في حالة جمود لأنه الدعاوة إغلاق باب الاجتهاد ونحو ذلك وهنا بتيجي عندك محطة سلفية ده رزا هي المحطة الأبرز عبر تاريخ السلفية هي محطة شيخ الإسلام بالتالي شامل شامل من كده أن البروز للمحطات دي جاء في غالبا نتيجة تحديت هو في الواقع يعني بالنسبة لما تتحدث عن أفكار وطعية فالبروز بيجي نتيجة تطورات يعني بمعنى أن النهر يسير ونحن دائما بنقول أن نهر الإسلام الصفاء والنقاء في منبعه وعشان بقولك الرجعية أنت لو عندك نهر ولو منبع نقي جداً وبعدين في الطريق بيحمل شوائب يبقى أفضل حاجة تعمل إيه؟ ترجع فالرجوع مش دائماً غلط فإذا هذا النهر يعني بيجيره شوائب وعلى فكرة الرجوع مش معنى أنك رجعت تاريخياً أنت بتشوف بقى بتميز إيه اللي من أصل النهر وإيه اللي من شاء ومتفرزه وتحاول تخلي النهر يكمل مسيرته نقي كما كان إيه؟ كما كان في مصدره يعني مرحلة المامة بن تيمية رحمه الله كانت أحد محطات عودة السلفية للنبع الصافي لأن هنا كانت كم القاذرات وكم التلوثات وكم الانحرافات كان كتر جداً كان تقدر تقول أن النهر النهر الدعوة الإسلامية والنهر الأمة الإسلامية دخل مرحلة مستنقعة وليست مرحلة النهر الجانب النقي فجي حد تاني وبدأ يبز الجهود في أنه يحفر المجرى الصحيح ويردم المجريات الأخرى الفرعية وبالتالي كانت دي محطة بارزة جداً التسعج دغرافي وانتشار المسلمين في الفترة دي وما بعدها أدى إلى وجود مرة وفترة أخرى من فترات المستنقعات والتشعب ودخول الملوثات أدت إلى مراحل وخطوات أخرى محورية بارزة نطلق عليها الصحوة المعصرة للمنهج السلفي والدعوة السلفية في مراحل ما بعد الإمام تيمية رحمه الله في الواقع أنه ابن تيمية لازال يعيش وسطنا بكتاباته لأنه الجزء الفارغ جداً في تاريخ ابن تيمية أنه كان زي ما قلنا تعددت لانحرافات قبل منه كانت معظم الأفكار الأخرى تبلورت وكملت وأنه هو أيضاً استخدم أسلوب يربماً احنا بنتبنى الآن وده أحد الأشياء اللي تمازل دعوة السلفية على المستوى الفكري غير تمازلها على المستوى التنظيم إحنا استفدنا من تجربة ابن تيمية أن أحياناً تضطر إلى أن تناظر الباطل بطريقته وأن أنت مضطرف كتير من الأحيان يعني أن تناظره بطريقته هذه تجربة تعملت قبل ابن تيمية تعملت على أيدي الأشعاري تعملت على أيدي الغزاري تعملت على أيدي النيتامية بس الفرق أن ابن تيمية عملها بعد ما تضلع من علوم الكتاب والسم وبالتالي هو رايح مع الكشاف أن أي فكرة يقدر يقراها عند أصحابها ويعرف الصواب والخطأ وزي أكتب أقول أن اللي راح يحاول يعمل الطريقة دي بدون ما يكون عنده علم شرعي كبير زي اللي بيحل مسألة رياضية من البداية أما ابن تيمية كان حاله كحال اللي بيفهم مثال محلول يعني هو مع الحل هو المؤفق الكتاب والسنة فإذا جاء ينظر إلى طريقة عرضهم للمشكلة بطريقة عقلانية وأن الأفضل كده يقوم يثبت لهم بالعقل أن أفضل الحلول هي مؤفق الكتاب والسنة هذا مرحلة كانت مرحلة تنظير وإبراز الأطر الفكرية المحددة للمسلمين وضعها في صورة أدبيات استعمال وسائل جديدة في إفحام الخصوم وهداء وإلى الآن تلاقي مثلا أسازة الفلسفة في ييجو عند ابن تيمية ويقف أو على الأقل يعترف بيك مدرسة في غاية التميز مرحلة تتميز بضقة التنظير وجودته واتساعه وحسن الرد على الخصوم وحسن مناظرتهم بطريقتهم وبتتميز على صعيد آخر يعني كفر على كده بأنه مال إلى التفصيل في نقد البطر وبالتالي أنت الآن دعا نحن ناخد مثال معاصر لما نقول الديمقراطية كفر ولا حرام ولا الكلام ده يعني يصد ناس كتير جدا أنه يسمعك مع أن الكلام ده صح لكن أنت لازم تقوله مفصلا بمعنى تقول على أن الديمقراطية دي الآن صارت فكرة تنضوي تحتها الكثير من الأفكار فأنت لما تقول كده الخصو يقول أنت عايز الدكتاتورية الخصو يقول هذا أنت مش عايز الشعب يختار الحاجة وبالتالي أنت ممكن في ظرف ما تختار تدي الإجابة المختصة وعندما تبدي مثال لكذا لو أن واحد جاء يعمل لك وجبة وحط فيها خضار ولحمة وبعد الحمط شاية مالح زيادة وبعد الحمط سم وقال لك تقول في كلمة واحدة الوجبة دي يعني مفيدة أم مميتة ستقول إيه؟ مميتة طب وأنت كده يعني ده الإجابة الصحيحة لكن هل هذه الإجابة التامة؟ لو لقيت أن حد بدأ يفهم من كده أن أنت بتحرم الأحماء أو الخضار أو أو فلازم تبتدي تقول إيه؟ لا هي مميتة عشان الجزء ده وشوف أنا أعطيتك مثال بين طيبات وبين حاجة مميتة اللي هو السم وبين المالح الزيادة اللي هو يمكن أن يحتمل إذا كان وده اللي نحن نعمل الوقتي مع الديمقراطية أنه أصبح الآن أنك فيه فرصة أنك ما تاخدهاش تيكت أوليفيت زي ما بيقول لها أنت فيه فرصة لك تشتغل عليها هتقول له حتة إعطاء حق التشريع لغير الله؟ لا دي سم بعض آليات الديمقراطية يعني يمكن كل الناس مشتكوا منها في الأخ الانتخاب وآليته وهل دي أسلم طريقة ولا لأ لكن دي كلها في الأخرة تبقى يعني زي المالح الزيادة اللي ممكن تحتمله في سبيلناك ما تضيعش الالوان اللي كلها في الواقع دي طريقة ابن تيمية عملها مع الصفية لأنه هو وجد الناس دي صعب جداً يديهم كلمة كده الصفية بضعة ضلالة وخلاص ودي ناس شافت حاجات فيها سلوك وأدم فبدأ يفكك أفكار الصفية ويقوم ماسك فكرة وحدة الوجود فكرة الحلول والاتحاد ويهجم عليها هجوم لا هوادة فيها ويمسك بقية الحاجات ويقول طيب هيا دي لو كانت كذا لكان أفضل فبدأ ده يفكك هذي الأفكار المركبة وده اللي استطاع به أنه يقضي على الأقل مكان الخطر الرئيسي فيها فبنقول يعني يعتبر الحركة الإسلامية معاصرة كلها بلا افتذنان حتى اللي منها حركات مش سلفية هي صدى لحركة بشكل سابق تاني نحية التنظيرية وابتباساً للسلوك العملي اللي كان صاحب الجانب التنظيري جزء جهادي وحركي وأمر معروف ونهي عن المنكر نعم اللي هما يسموه عندهم في العلوم السياسية المثقف الشامل هو ينظروا عندنا العالم العامل المجاهد أو اللي ينظروا بها في صورته الأخيرة مش لازم واحد اللي يعمل كده ولكن المؤسسة التي يعني تقوم بكل هذا الشمول في الواقع في مدخل تاريخي آخر يعني ذكروا العلمة محمود شاكر في طريق الثقافتنا أبيقول إحنا إلى الآن لسه عايشين صدى الحروب الصليحة فيبقى على نظير كده يبقى احنا عايشين الطيار المقاوم للتغريب هو بيعيش صدى إيه؟ صدى حركة ابن تيمين يعني أنت هم التانين على الحروب الصليبية كانت بداية إدراك أن الآلة العسكرية وحدها لا يمكن أن تقضي على عمة الإسلام وكانت بداية أنه يبتدي هناك يتكلم على غزو فكري في الواقع ما ذننا عايشين مرحلة الأمة الإسلامية بلغت أقصى اتساع لها قبل الحروب الصليبية كاد الغرب أن يسقط عسكرياً وفكرياً وتنتهي القضية لكن قدر الله عز وجل غير ذلك هذا الذي قدره الله أنهم هناك بدأوا يعملوا حرب فكرياً ضد الإسلام يبدأوا يغزقوا بحرب فكرياً أنه تقدم عنك عسكرياً لسبب أو لآخر وما زالت المنظومة شجالة لغاية يومنا هذا تأخذ فيها مد وجذر لكنها في نهاية هذه التي نحن عايشينها وبعد هذه المرحلة ننتقل للجانب المرحلة التي حصل فيها محاولة إعادة إحياء هذا المنهج أو هذه المدرسة ودعنا نتكلم في خلال مثلاً المئة سنة الأخيرة التي تتبعها أبرز رموز الصحوة والأطر التي تحركوا فيها على اختلافها وتنوعها في الفترة الزمنية في الواقع أيضاً يعني تقدر تقول أن بعد الانتصار العسكري على الصالبيين وبعد وجود حركة تجديد يعني قدها ابن تايمية ممكن تتزامناً معه الإمام النووي والعز بن عبد السلام ولكن التجديد الشامل هتجده عند ابن تايمية لكن ممكن تجد مثلاً تجديد فقه عبد النووي تجديد أصولي عند العز بن عبد السلام نحو ذلك كل هذه الأمور بدأت تخفط مرة تانية يمكن هي خفتت تحديداً مع زهو الانتصار العسكري للدولة العثمانية على الوسقوط القسطنطينية ووفاة القسطنطينية ونحو ذلك فكالعادة بدأت الأمة تميل إلى الراحة والدعو بدأت تسكس الأمراض التموتاني البطنية والصفية الجمود الفقهي اللي بدأت يتخلف عن مكواكبة العصر إلى غير ذلك وكانت يعني في محاولة تجديدية أخرى يمكن في هذه المرة ما كانش لها رمز واحد كان لها رموز كتير كان أبرزهم شهر السلام محمد بن عبد الوهاب كان منهم الألوسي الصنعاني والشوكاني الجبرتي عمر مكرم وشيوك الأظهر عموماً في ذلك الوقت ومن وجه نظر علامة محمود شاكر أن هذه الصحوة العقدية على يد محاولة عبد الوهاب والفقهية على يد الصنعاني والشوكاني والحضرية على يد الجبرتي كانت كفيلة بتعويض الفجوة الحضرية التي مالت لصالح الغرب في التصنيع في الأوينة ما قبل الاحتلال الغربي لملاد المسلمين ولكن هم لحوا نفسهم وجيهم بقوات الاحتلال لوقت هذه الصحوة يبقى برضا تتكلم تاني أن حتى الاحتلال نفسه كان جاي غرضه أنه حتى بيحلل إزاي نزلوا مصر وإزاي حوطوا الجزيرة العربية من كل الجهات وإنه هو بيحاصل أماكن أماكن الصحوة استطاع عبر الاحتلال الغربي وعبر البعوث التي ذهبت تدرس العلوم الدنيوية التي تفوقوا فيها كنت بيقول بيش تعالي ولكن هو عينوا عليه أن يغزوا عقوله طبعا يعني أنا أبي أنه لما ندرس التاريخ ندرس التاريخ زي ما هو يعني التاريخ واقع حصل فإلا أحسن 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 والذي أساء أساء والذي بين هذا وذك يعني لا ولا جمالكم شرهان وقاموا على أن لا تعديلوا أنا أميل إلى أن محمد علي لما باعت البعوث لفرنسا كان باعتهم يتعلموا طب وهندسة وتعديل وما كانش إطلاقا لم يكن في خلده أنهم يرجعوا بأفكار سياسة واقتصاد واجتماع وعلمانية المظلة اللهم يسمونه العلوم الإنسانية العلوم الإنسانية دي ما ينفعش تاخدها من غيرك إطلاقا إلا بمصفا في غاية الضقة والضيف العلوم الكونية يستوي فئة المسلم والكافر أسأل حضرتك يا شيخ لو انتقلنا لمرحلة الفكرة الاستراتيجي دي جاينا لينا سؤال فيها أو هنوقف عندها شوية بس حضرتك كده تلخيص الفكرة إن في جهد تنظيري ومحاولة إحياء كانت ليها رموز وجهد عملي كان ليه رموز لو حبنا نحط نلقي دوع على أطر الأطر بروزاً في هذه الفترة لتحركات من فترة المعاصرة آآ من فترة المعاصرة أنا عايزة أقوله إن فترة محمد علي وما بعدها استثمرها الغرب إنك محتاج منه تتعلم علوم تقنية فرح يأخذ امتبعات الناس رجعهم لك يدعو إلى العلمانية يدعو إلى الصفور يدعو إلى ترك شرائع الإسلام وبلغ هذا التقريب مدالي لدرجة عالية جداً وبعدين بدأ التصدي لهذا التقريب مرة تانية يعني لو بدأنا نتكلم على الحركة المعاصرة هتقول إن في مصر حصل تصدي على يد مدرسة جمال الدين الأفغاني محمد عبد ومحمد رشيد رضي هذه المدرسة مدرسة مناوئة أو تحدثت عن فكر إحيائي البعض يرى أن رموزها كانوا منافقين فيما يدعون وإن كان أيضاً أنا لا أمين إلى ذلك ولكن كطبيعة أحوال الاستيقاظ إن مقدار الإخلاص والاقتناع بالفكرة الأصلية كان ضعيف عند جمال الدين الأفغاني يعني عنده قبول لمساحات من التجريب عالية تم تقلصها على يد محمد عبدو تم إعلان الراية السلفية على يد محمد رشيد رضا محمد رشيد رضا هذه المدرسة نبت في الاتجاه الصحيح تدريجياً إلى أن بلغت على يد محمد رشيد رضا إلى أن هو حتى محمد رشيد رضا لم يتقلص من كل ما عنده من رواسب عقلانية تعلمها على يد محمد عبدو أو جمال الدين الأفغاني ولكن يعني على الأقل رفع شعار أنه لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وهنا حصل التزاون بين الدعوة الوهابية والدعوة الإصلاحية المصرية دايما يقولنا أنتوا أصلاحنا بعضهم يعني يقول أنتوا أتباع الحركة الوهابية وإحنا أتباع محمد عبد ومحمد رشيد رضا لا ده اللي دخل يعني كتابات الشيخ رسال محمد عبد الرحام وتلاميذته وقبل كده كتابات الانتهبة ابن القائم مصر ومحمد رشيد رضا بمعنى أن الحركة الإصلاحية المصرية انتهى أمرها بسرعة جداً إلى أنها تعود سلفياً في فترة وجيزة جداً ومثلها دي مرحلة محمد رشيد رضا ومحب دي الخطيب ومعهم ناس كتير جداً لكن المرحلة دي اتسمت بالفردية لو هنتكلم عشان عندك محور بتاع العمل المؤسسي هو بيقسموا العمل لثلاث أنواع يعني العمل بالذات في المجتمع فردي جماعي مؤسسي فالعمل الفردي يعني داعية مبرز ينتقل من هنا إلى هنا ينتقل محاضرة الجماعي إن لا يبتدي إدراك أن هذا الجهد صعب جداً أنه هو يؤتي ثمرة فلا بد من تعاون على البل والطقوة ويبتدي يتكون مجموعة بتتقسم الأدوار يقوم هذه الأدوار تتكامل فيما بينها هذا يبقى عمل جماعي العمل المؤسسي هو خطوة تطوير هذا العمل الجماعي لوضع آلية واضحة تماماً للشورى وآلية واضحة تماماً لاتخاذ القرار إن ممكن إحنا نبقى جماعة إحنا مع بعض هو ما عندناش لوائح تحكم الإيه الجلسة ديه فطيب نقرب المكان نبعد طب كل ده حيخضع للاجتهاد اللحظي أما المؤسسات هتتحدث عن آلية واضحة جداً للشورى هتستشير كل الناس والممثلين عنهم آلية واضحة اتخاذ القرار أن التحول من القيادة الفردية للقيادة المؤسسية بمعنى بدل ما يبقى عند الإطار كبير أو بدل ما يخلي له رقص واحد يخلي الرقص ده هو مجلس وهذا المجلس له رقص ولكن هذا الرقص داخل المجلس يكاد يكون فرد عادي غاية ما دوره أن يدير المجلس وأن يدير الشورى داخل هذا المجلس وهذا بيناسب الكيانات الأكثر اكتساعاً وبيناسب المراحب التي تتقرب فيها أصاف الناس يعني عندي جيل قريب جداً من بعضهم جيل تاني قريب جداً ما عندش قائد فرد عموماً يعني فهذا هل ده كان جزء من التفكير المقاد يطلق عليه التفكير الاستراتيجي الموجود عند مشايتنا في الفترة اللي بتادوا فيها محاولة إيجاد كيان اسمه المدرسة السلفية ثم الدعوة السلفية واللي عبر عنه أخيراً في مصطلح كانت فيه حوائل كثيرة بدون إطلاقه أو تدوله إعلامياً مصطلح جماعة الدعوة السلفية كان الفكر ده ابتدأت موجود عند الجيل ده كجيل أساسي ومهم في تاريخ الصحفة الإسلامية في مصر والعالم أيضاً لو سنقفز بسرعة كده من أن كان جيل المؤسسين للصحفة الإسلامية المعاصرة بيتبنى العمل الفردي تحول إلى عمل جماعي محدود عن طريق جمعية أنصار السنة وبعدها سنتين تحول إلى عمل جماعي منظم جداً على طريق حسن بنى من جماعة الإخوان المسلمين بعدين حصل الصدام بين الإخوان وبين عبد الناصر وتم شبه قضاء شبه تام على الصحفة وبعدين بدأ هذا الجيل اللي احنا بنكلم عنه بقى جيل مؤسس الصحفة الإسلامية في طورها الأخيرة هذا الجيل يعني مصدق للقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تخر الأرض من قائم لله بحجة يعني ما فيش حد زرعه الجيل ده جيل شعر بالحاجة إلى الدين تلقائياً وفي وقت متزامن الناس كلها يعني عدد كبير من الشباب رجعوا إلى الدين وأجلوا بعض وتكلموا مع بعض في إنهنا عايزين نشتغل ونحو ذلك وبدأ تأسيس الجمعيات الدينية في مدارة الثانوي ابتداء وبعدين الجيل ده يعني كان في سنوي في مرحلة حرب 67 اللي بدأ فيها الشعور بأن لابد الأمة يعني الشعور ربما أيضاً بدون إدراك لقول عمر رضي الله عنه إن كنا أذلنا قول فعزنا الله بهذا الدين فمعما ابتغينا العزة في غير يأذلنا الله فلما دخلوا الجامعة بدأوا انشئوا جامعات الدينية داخل الجامعة التي تحولت إلى الجماعة الإستانية تقدر تقول إن الجيل دوت بالفعل كان متأثر جداً بابنة تيمية وكان متأثر بصورة أخرى من المعاصرين بالأستاذ حسن البنة وكان متأثر أيضاً من المعاصرين بالعلام القلبين فالطمخة دي كده أوجدت رغبة في إيجاد عمل تنظيم مؤسسي دعوي يكبر تدريجياً حسب معطيات الوقت يعني الرؤية كانت موجودة منذ اليوم الأول إن عبر دراسة تاريخ حركات الإصلاح ويعني سيرة ابن تيمية وعمل الإخوات في فترة حسن البنة رحمه الله مع شعار التصفية والتربية اللي رفعوا العلامة الألباني في ذلك الوقت بشكل قوي جداً فكانت النشطة الجماعة الإسلامية إنها بتهدف إلى عمل جماعي منظم ولكنه يعني من شأن الدعوة والعلم والتصفية والتربية وهنا كان الاختلاف لأن في فترة كان فيها الدعوة إلى العلم والتصفية والتربية ذات جهدي فردي بفرحلة محبي دي الخطيب محمد رشيد ريرا لما تحول العمل إلى عمل تنظيمي على يد حسن البنة خد الجانب الواقعي والحركي أكثر فكأن الجماعة الإسلامية كانت يعني هي استفادة من التجربتين اللي قبل منها يعني تجربة جيل المؤسسين جيل رشيد ريرا مع تجربة جيل حسن البنة والحسن الهضيبي لغاية الصدام مع الإخوان مع النظام في إنشاء عمل جماعي تنظيمي ولكن يأخذ العلم والدعوة والتربية الحظ الوافر سواء في إعداد الكوادر أو في خطاب الجمهور يعني التطاول اللي حصل على الجماعة الإسلامية إن في ذلك الوقت إن الفرد عشان يبقى اسمه فرد جماعة إسلامية كان لازم يدرس عدة كتب وأول ما ينضم لازم على طول يكتير يشتغل فيه والخطاب الموجه للجمهور خطاب يعني موضوعه الرئيسي العودة إلى الإسلام وفهم الإسلام وتعلم الإسلام كان هذا موجود في هذا طبعا حصل بعد ما تكوانت الجماعة الإسلامية واشتغلت إن الإخوان كان بعضهم برس يجون بعضهم جوه لكن اللي برس ما كانش قدر يشتغل فيه مسألة يعني سيطر موضوع الانضمام للإخوان أو كان مثل أحد الأمور الرئيسية اللي بيها حصل من شقاق داخل الجماعة الإسلامية في ذلك الوقت وعلى اعتبار أن الجماعة الإسلامية كانت شايفة أن تكوينها أو كان هناك فريق داخل الجماعة الإسلامية يرى أن تكوينه مختلف عن تكوين الإخوان حتى من الحيثية اللي احنا قلناها بالإضافة إلى الاهتمام بأن يكون المنهج العلمي والطربوي سلفي قح العودة إلى النهر الأول مع التنظيم ولكن مع الالتزام بمعطيات السلفية الجانب إحياء المنهج والدعوة إليه ونشر الفكر خد من المشايخنا أو الجيل ده قدر كبير جداً من الجهد على حساب أو في مقابل جهد أقل نسبياً في مسألة التنظيم لا ما هذا سبب إيه بقى؟ إن في مجموعة قررت أنها تتعاون مع الإخوان فخرت المشايخنا وسموا نفسهم المدرسة السلفية هذه المجموعة بعد فترة أسمت مسألة في وجه بحري صلت مع الإخوان وفي وجه إبلي مالك إلى الجهد فبقى عندك في الجماعة الإسلامية في وجه بحري دي أحد أذرع الإخوان والجماعة الإسلامية في الصعيد دي متقاربة مع الجهد وبعدين بعد كده الإخوان تنزلوا على أن يسمى الجماعة الإسلامية خالص وفضل كلمة الجماعة الإسلامية الآن بتعني الجماعة الإسلامية المعوفة هذه الظروف من إنت بعد ما بقيت وصلت المرحلة إن جزء من كيان لديه درجة تنظيم جيدة ورؤية تنظيمية عالية وبيخدم في موضوع العلم والتربية والدعوة بمعايير سلفية وفجأة لقيت الكيان ده بيمشق وكعالية مشايخنا يعني انفضل عدم إثارة الفتن فانسحبوا فيه هدوء فلما انسحبوا فيه هدوء الانسحاب كان لعدد من القادة والرموز دون أذرع تنظيمية حقيقية وبالتالي بدأوا من السفر تاني قدروا تقول كأنه بدأ رجع تاني لتجربة المحب الدين الخطيب ولكن عينه إنت هرجع مرة تانية بناء تنظيمي قوي ولكن بمعايير سلفية أي أهم العقبات في الفترة دي اللي حالت دون إن هو يعمل اللي هو الأمر اللي عينه عليه اللي هو ابتداء من الأول ولما شعر إن فيه نوع من الانحراف أو نوع من الانتساع خرج وانسحب هادئا لمحاولة البدء من جديد أهم شيء يعني إيه أن البصمة الداخل التكوين السلفي بأن درء المفاسب مقدم على جالب المصالحة فكان فيه درجة كبيرة جدا من تحاشي الصدام مع الإخوة اللي دخلوا في الإخوة هو حصل صدام فرد عليك وكان فيه كان في النهاية يعني الإخوة في وضع المعتدى عليه وليس وضع المعتدى صعوبة الخطاب في ذلك الوقت يعني ودي أحاجات إحنا ما زلنا بنعاني منها يعني الخطاب كان رصيل جدا مصطلحاته صعبة جدا كتبه يعني الدعاء السلفية فضلت فترة كبيرة جدا حرصا على النقاء المنهاجي بتحيل على كتب ابن الثامية وابن القيم وبالكتبين قوي بتحيل على كتب الإمام محمد عبد الرهاب والألباني لكن ما كانش فيه مؤلفات تبسط مسألة أو تخاطب الناس بلغة أكثر سلاسة أو نحو ذلك يمكن ده ساهم إن مرحلة التكويل كان فيها يعني أثمار شخصيات في غاية القوة ولكنها لم تحقق الانتشار بالكافي يمكن بدأ درجة الانتشار الجيد عندما عاد العمل داخل الجامعة مرة أخرى إن المرة دي بقى أن المدرسة السلفية التي حولت اسمها أنا داك للدعوة السلفية إن في بداية خروجها من إطار مدرسة علمية في مرحلة من المراحل بعد انفصالها الجماعة السلمية أخذت فترة حوالي سنتين نشطها الوحيد أنها مدرسة علمية تدرجة العلوم السلفية ثم كان أول خروج عن هذا الطوق العمل في الجامعة ثم بعد العمل في الجامعة من خلاله حدث انتشار جغرافي جيد وإن لم يكن يغطي كل الجمهورين فتم بداية تنظيم العمل في المحافظات والمراكز هذا أوجد جامعة اسكندرية مقرها اسكندرية المدرسة السلفية بدأ في اسكندرية العمل في الجامعة بدأ في جامعة اسكندرية لكن بدأ يتحقق قدر من المنشار الجغرافي عن طريق الطلبة الذين هدرسون في جامعة اسكندرية طبعا معظم اللي بدرسوا في جامعة اسكندرية من وجه بحري وبالتالي حصل لم يحدث توزيع جغرافي جيد في محافظات السعيد لكن يمكن ده تم تدرجه بعد ذلك في شغل الجامعة اللي تم يعني من سنة 95 لسنة 2002 تقريبا في محافظات في جامعات القاهرة اللي بيها الآن بفضل الله عز وجل نحن وصلنا أو اكتشفنا في واقع العمل اكتشفنا بعد الثورة أننا نغطي كل محافظات مصر تغطية جيدة وظاهرة وليس هل نقدر نعتبر ده أحد ظهورات نجاح الخط الاستراتيجي للدعوة تبنته من بدايتها؟ في الواقع يعني حتى مثلا في الأمور المعقدة أو الفلسفية لو قررت في الاقتصاد ما بين بتوع الاقتصاد الرسمالي الاشتراكي الشيوعي وفي المقابل لو جدت من غير أي نظريات خالص وبدون فلسفات ولا كلامنا عن ناتج القومي ولا عن دخل القومي ولا على أي حاجة والمصطلحات الكبيرة الصعبة من غير لو عملنا أي شيء من ذلك خالص بس قلنا يا الله إخوة نقرب حرام الأمور حرام الاحتكار حرام وإن اللي عنده مال زائد ما يشعر فتريده بالربا فيدخل فيه نظام المشاركة تلاقي الدنيا مشت هو ده الشيء الغابد المجهول اللي بيدوروا عنه في الفكر الاقتصاد الفلسفي إزاي يحصل توازن بين الملكية الفردية وبين تحقيق العدلة الاجتماعية لغيرها يعني أنا عايز بالشاهد أن تباع الشرع بيحل لك مشاكل ربما أنت يعني فوق مستوى إدراكك فبالفعل اتباع الشرع في مسألة الشمول ثم إدراك مسألة المصالح والمفاسد فيبقى أنت فاهمت شرع كله حريص عليه كله ولكن عندما تجد مسألة فيها أنها مصلحة أنت تسعى إليها ستجد مسألة أشد ستقول لا دي مؤجنة فده اللي خلّ الخط استراتيجي للدعوة لا يستدرج إلى صدام وأنا بعتبر أن في النهاية بعد الحركات العنيفة اللي مرت بها مصر كلها ثم نجاح ثورة سلمية هو نجاح للمنهج السلف بصورة أو أخرى ربما أنت لم تتبنى الثمرة في بداية لكن أنت من الأول بتقول الإصلاح الإصلاح وحنصل إلى كتلة حرجة تزيل النظام كانت الناس بتقلس عليها هذا ما يقول إن أنا لما أعمل إصلاح ثاني الأفراد الأفراد يستطيعون أفراد وتزداد كتلة الذين يريدون الصلاح داخل المجتمع لك وبعدين تقول له وبعدين أن سنصل لكتلة حرجة تزيل هذا الفساد ما الذي حصل إن الكتلة الحرجة دي إحنا ما كناش رصدنا يعني الكتلة الحرجة دي جت من فريق وكل الشباب الثوري الخير ودول تسعين في المئة منهم مر على الحركة الإسلامية بسرعة أخرى كان جواها فدول كان الخالق قبضة الأبد شوية ده اللي ربنا قدروا إنهم اللي يحطوا النواة اللي انكمعت عليها الكتلة الحرجة اللي خلت نظامنا فيه يستسلم ولكن أنا بقول الثورة تأكيد إن الخط اللي إحنا يعني يراهدنا عليه من الأول بأن أنت لا تستدرك إلى صراع تقدم فيه كل مرة نتاج دعوتك على طبق من فضة إنه هو يتأتل أو يتسجن أو ولا تتراجع في نفس الوقت عن مبادئك وأقول لك ما هو كان حيسيبك ما هو هو في واقع الأمر إن كل فرد لديه مصالحه ومفاسده ما هو ما هو لا يتسجن أو ما هو ما هو من تسليح عشان اضراء اللي يمسكوا السلاحهم انت النهاردة الشباب يعني اللي بيعملوا حركات الآل لما كان بينزل مظاهرات سلمية حتى الناس زهقت منها بس مرضو كان الناس يقول لك متعاطفة معهم على الأقل محايفة لما جل أولاد المخربين بيقول كل الناس ضدوهم مفضل الله عز وجل لا الاقديد دي شيء طبيعي هذا بيعطي بعد جماهيري لهذا العدوان فإذن الخط الذي تمناته الدعوة ابتداءا بأنها حريصة على نشر المنهج حريصة على توسع الأفقي في عدد الأفراد الذين يريدون الصلاح والإصلاح وعدم المصادمة العسكرية بل عدم الاستدراج لأصراع السياسي من السقف ومحدود قوي يعني تعالى دخل الانتخابات بس أنا اللي بحدد عدد من الكلاسي وبرضو سقفت في الآخر حتى ينصر ليه في الانتخابات أقصى هتقدم طلب إحاطة على مشكلة فالاستدراك في هذا الجانب بلا شك كان إنهاك الشيخ نذاء يأتي على ذكره وينقلنا لمسألة دخول الدعوة في بعض الثورة اللي احنا قلنا إن هي أحد ظهورات النجاح خط لتبنته الدعوة من البداية وإن كان بصورة مش مباشرة لكن في النهاية الدعوة ففضل ادخل الخط هل دخول الدعوة في مجال العمل السياسي يعتبر سير في نفس الاستراتيجية القديمة ولا خروج عنها في الواقع نحن الاستراتيجية يعني اللي هو التفكير بعيد المدى قائم على الإصلاح الشامل وعلى الإسلام الدين ودولة وبالتالي هو جزء رئيسي من الاستراتيجية تكتيك اللي هو الكلام مع القصير المدى ما قبل ثورة 25 ناير كنت بتقول أولا هو كخط استراتيجي أن تدخل صراعا مسلحا مع سلطات المستقرة يساوي أن كنت بتعمل فتنة فكنا نتجمب ذلك العنف من هذا والدخول في معركة سياسية لها سأف محدود هو إنهاك للقوم بالإضافة طبعا كما ذا كان هو عمل شرعي ربما كان أهم من كده شوية وهو إن أحد أضرع النظام السابق ومازال موجود الإعلام كان بيجي يوقف كذا لأي حد عايز يعمل مشاركة سياسية ويملي عليه إنه لازم يعترف بالديمقراطية بدون قيد ولا شرط وحط تحتها بقى فروع كتيرة جدا لازم يعترف بها بدون قيد ولا شرط فإن أقر حيدخل لممارسة سياسية ذات سأف طبوحات من خافت جدا وإن رفض يرفضوا دخولوا من الأول يرفضوا بقى بأن الإعلام يهيج الدنيا عليه بأن يرفعوا عليه قضية إنه لم يفعش يدخل لأنه رافض مبادئ الديمقراطية إلى غير ذلك فكانت التجارب القبل مننا بيضطروا يعملوا كده ولما تنكر عليه ويقولك بدون كده مفيش انتخابات فكنا بنقول لهم مفيش مفيش لأ أنت في النهاية أخرك بعد ما تقدم هذه التنازلات إنه يسمح لك تعمل معرضة شكلية كورية على هذا فالتطور اللي تم بعد الثورة لا ده أنت بقى عندك دولة في حالة سيولة بيوعد تشكلها أنت الأول مظهر من مظاهر هذه السيولة إن المحكمة مع بقاء النص زي ما هو حظر قيام حزب على أساس ديني فصرت هذا النص إن أنت ما تقولش عضويتي مغلقة على المسلمين يعني لو أنت قلت أنا مرجعتي الشريعة ما أنتش كده حزب على أساس ديني وبناء عليه عضل ترخيص لحزب الوسط قبل ما ينشأ الحرية والعدلة والنور لأ النهاردة بقى الدستور أكثر أضوحا في هذا الباب الدستور بقى واضح جدا ما بقاش سلطة المحكمة بقى تفسرها فلما تيجي تقول إن دولة في حالة سيولة ما ينفعش قط تسيبها تتشكل وبعدين تقول والله هي تشكلت على أم واضح لا سيما إن الواضح كان واضح جدا ما سوف تشكل علماني ولأن المادة التانية في الدستور 71 كأن الثورة كانت تقيمة ضدها يعني الناس كلها أول ما تنحى مبارك كأن الناس دي كانت خارج المادين تقولوا كأن هذا المادة التانية طبعا هم بيوكلوا دلوقتي لكن الحمد لله في يوتيوب فإذا أنت بقى مفروض عليك وأنا أذكر طبعا كفرق من الفكر الستراتيجي وفكر التكتيكي كشاهد على كده أول ما قامت الثورة قعدنا تشكيل مجلس الإدارة الموسطة ما كناش قادرين نعمله قبلها فده نعتيجي وجود الرغبة في وجود إدارة ونقشنا موضوع الاستفتاء 19 مارس وقلنا أنه كان فيه مطالبات أن يتعامل لجنة برئاسة يحيى الجمل ويحيى الجمل موقفهم المادة التانية معروف موجود في الكتب وعايزة شعلها من يوم ما تتعامل مرحلة ما قبل تأسيس الحزب والدخول الصريح الرسمي في الحياة السياسية نعم فلما تشكلت وقامت اللجنة والذي وقامت وأنتم ما تقلر بإمكان tomorrow ومنهم يريد أن يشترك في مجلس الإدارة ويشترك وينتخذ أخرون من مجلس الإدارة. فلما جئنا بعد ما خلص الاستفتاء عملنا جلسات مناقشة لهل ندخل في العمل السياسي أو لا. وكان الشيخ محمد السماعيب يقول حتى يقول نعمل بروغ سمينار. يقول حجج الرافضين. أمان حد يقول حجج الموفين ويتنظره لإظهاره وعملنا حاجات زي كده. حضر كنت بتقوم بدور الرافض أو لا. كنت بقوم به تكليفا بمعنى هو ده أحد طرق استخراج الرأم. فأنا كنت فعلا جبت كل حجج الرافضين ودفعت عنا هل درجة مكرر. هنفوضوا يا حتى. لقد كنت فكرت ده همنشر الرافض مش غنشر الفكرة. كأننا نظل الحاجات اللي توقفت المناظرة دي خالص بقى. المسيق عمد حطايب قال يا إخواننا. أنتم مشاخديين بقى لكم أنكم بالفعل شاركتوا في الحياة السياسية. فاستحضر المبررات اللي خليتك تاخد قرار المشاركة في الحياة السياسية بالإجماع. سأتي تنقضها النهاردة وطولة. أنا لا أعلم أن أشترك في السياسة. فأنا لا أرى هذا الباب. أنتم خدتوا فيه قرار. فانتقل النقطة اللي بعدها. حزب ولا جماعة ضد. وبالفعل معظم الناس أحضر. طب فعلا أنا جيت في مرحلة. حتى لو بعد كده قلت. لا أشترك إلا في الاستفتاءات. ما هي داشت راك سياسة. قال إحنا. كلمة بقى ننتقل إيه. وكان القرار بعمل حزب كجزء من منظومة أكبر. هتبتدي تتسع لتوجد الحلم اللي كان في عقل أو في لوب جيل المؤسسين في البداية. وجود مؤسسات عدة تنتمي للكيان. اللي هما ابتدوا بمحاولة العودة إلى النهر الصافي مرة أخرى. من نشر الفكر والمنهج. كان الحزب كجزء من المؤسسة. الصورة الكلية بقت شكلها عملا إزاي؟ عنه الصورة كلية. الصورة كلية للكيان اللي ابتدت تحرك على إيد المشايخ. في فترة من الفترات. وابتدوا نشروا على هيئة منهج وفكر. وانتقلنا مع الوقت إلى أن أصبح لنا الزراع السياسي. وعندنا مؤسسات أخرى تبنى. الإطار الجامع لده. شكله كيفية اتخاذ القرار؟ آه نعم. لا وبالنسبة للإطار الجامع احنا بنقول أن المثاق اللي به قامت الدعوة هو القيام بما نستطيع من فروض الكفاية. وبالتالي الدعوة شاملة شمولة الدولة. شمولة يعني كدر تقول إيه؟ الدولة في الإسلام شاملة يعني شمول المنهج الإسلامي كله. والدعوة شاملة شمولة الدولة. لكن أنا أظن مع الدولة بيتفاوت حسب هي في فرد كفاية. هي عملة كويس. في فرد كفاية. هي عملة مسلوس. في فرد كفاية. هي مضيعة خلص. فكلما كان في فرد من فروض الكفايات مطروق تماماً في الدولة. سواء لأن الإطار النظري للدولة الدستورية القانونية الحديثة ما حطوهش. يعني الدولة الدستورية القانونية الحديثة لا ترى أن من واجباتها أنها تعلم الشباب الدين. هي من واجباتها أنها تحط تربية دينية ودى درجة أقل مادة التربية الدينية في المدارس. وأنها ترعى. لكننا نرى أمر أكثر من ذلك. لا أريد أن الناس كلها تعلم الدين. فإذن هذا أمر أن أضلع به أكثر بكثير. لأنني أعرف أن فرد كفاية. والدولة القائمة لا تقوم بها. أو الدولة القائمة يتحرم. كما نرى في المنكر الدولة قبل ذلك. والدولة الحالية لا يستطيع أن تقوم بها. ربما لا يستطيع أن تحرم بها. لكن لا يستطيع أن تقوم بها. فهذا الشغول يشمل بقى جانب التعليم والإفتاء والقضاء بين الناس في مقصومات ومفقها. الشريعة يشمل النواحي. كما نقول الفقراء والمساكين. النواحي الاقتصادية. النواحي السياسية. بل بالعكس. والنحية السياسية هي أشمل هذه الأنواع ليه؟ أنت كدعوة تحاول أن تقول الكلام ده في المجتمع. لكن الضراع السياسية لك تحاول أن تنقل هذا إلى الدولة. يبقى أنت كدعوة تعمله في المجتمع. الذي تقدر عليه لا يستطيع أن تقدر عليه. لا. أنت ستقدر عليه. في نفس الوقت يقول لا. هذا ما أريد. 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 أريد. لا أطلاقا. هذا ما أريد. 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 أن في بداية الدعوة للإعجاب الأزمة الرئيسية عند اللي تتحجب منهم يقلصوا عليه. يقولوا عليها. لا. دي بتدري قبحها. مش بتدري جمالها. والقاعدة عندهم إن الجميلة لا بد أن تظهر جمالها. واللي بتبدالها دي تبقى إيه؟ تبقى على العكس. بيمثل داعب نفسي على عائزة. فإذن أنت تقول لا أنا بمكن للفرض. يعني سورة من الالتزام. عايز المجتمع يساعد عليها. عايز الدولة يساعد عليها. دي بقى الأمر. هي الأمر اللي بيتبنى الدولة طبعا بقى دي أعلى درجة تبني. وأعلى درجة سهولة ويصل. وبالتالي إحنا كان مرحلة الدولة دي. مش قادرين عليها لوجود نظام جامد كم. ولكننا شغالين في مرحلة الفرض والمجتمع. طب دي بقولك عشان تنقل الأمر للدولة. تعكس ما تنتجه في المجتمع للدولة حاجة من كنين. يتشكل جماعة ضغط. فتيجي قبل كل انتخابات. مثلا على سامين النفاذ. والله يا أخوانا الحزب اللي هتمنى تطبيق الشريعة. أنا هتدي له أصواتي. ساعتها الحزب الشيوع المصري حقولك ماشي. أخذ بالك اسلوب جماعات الضغط. في نظام سيافي ناشئ. لا أقيمة له أطلق. لأنه سيديك وعد. طبعا إحنا نشوفنا جوا التأسيسية اللي حصل. ما عرفتش تنتسح حاجة اللي إيه. بإنك لغاية آخر لحظة. شغال عليه. فإنك تعمل أسلوب جماعات ضغط. يعني أنك هتقول للأحزاب السياسية. اللي هيتبنى أكبر قدر من مطالبي. أنا هتدي له أصواتي. وأول يجي بقى كل شوية تعمل مظاهرات ضد الحكومة. أحنا عايزين كذا طب غيروا كذا. أو أنك تعمل حزب. الحزب يتبنى برنامج. أنت عندك رصيد في المجتمع. مقتنع بمنهجك. حيصوت للحزب ده. حياخد حصة في مؤسسات الدولة. تتناسب مع الرصيد اللي إيه. اللي معك في المجتمع. حيتكلم رسمي ده. يعني. وبالتالي وجدنا أنه ده الطريق الأيصر والأفضل. من كل الجهات. فإذا ده دوره استكمال حلقة الإصلاح. على مستهى الفرض والمجتمع والدولة. هدول دور الحزب إنه ياخد. يقول والله ده أنا معايا 25% من البرلمان. يعني في 25% من الناس. عايزين تطبيق الشريعة بالطريقة اللي بيقولها السلفين. مش حتى أنا مش عايزين تطبيق الشريعة بسا. في 25% من الناس موافقين على حرمة الربا. موافقين على إن أنا يبقى عندي خطة تدريجية لإجلاق المنوك الرباوية. موافقين على إن أنا أقول للسياح احترن تقاليد بلدنا يا متجيش. حتى لو فيدي خسارة مادية. لكن يبقى إن عشان أنا قدر أقول كده لازم ده يكون موجود على أرض الواقع. وجهد الأساسي المطلوب لإيجاده يبقى لهو الجهد الدعوي في الحقيقة أكتر منه أي شيء آخر. إذا كان لدي مصنع يعمل منتج على ثلاث مراحل. يعني يعمل منتج أولي يأخذ مادة خامة حوالي منتج أولي. وبعدين مرحلة آخر يأخذ منتج ثانوي. وبعدين مرحلة آخر يأخذ منتج نهائي. فهذا الطيار ليس يدخل مادة خامة على المنتج الأولي. لو أول يوم وأنا بشغل المصنع مرحلة الثانية وقفة أو مرحلة الثانية. وقفت مادة خامة وعملت فيها المرحلة الأولى أسبوع مثلا على سبيل المصنع. لكي يكون هناك مدخل يدخل للمرحلة الثانية. بعد أسبوعين شغلت المرحلة الثانية. وبعدين الدنيا يأخذ كل يوم من الثلاثة شغلين بهذا التناوم. يمكن أن تطبقوا على مرحلة المدرسة السلفية ثم الدعوة السلفية ثم وجود زراع سياسي. لو أنت جاءت في يوم من الأيام المرحلة الثانية تعطلت. فبقى عندك المرحلة الثانية عما لا تطلع إنتاج لكن لا يتطلع على شكل منتج نهائي. وبعدين اشتغلت. فممكن كخرار افتثنائي تأخذ العمالة كلها أو معظمها تأخذها في المرحلة الثانية. ممكن تكون فائضة. وبعدين تقوم تأخذ هذا المرحلة. لو طولت قليلا عن ذلك توقف المصنع. يعني لازم أنت فقط تعيد التوازن بين المراحل الثلاثة. عشان ينشف منظومه. يعني وارد يكون عندك مرحلة افتثنائية تعيد فيها التوازن للمراحل الثلاثة. بحيث في الآخر تضمن أنك عندك الطيار شغال. ولو في المثال أنا أقول له وهو قريب جدا من الواقع. عادة تبقى المرحلة الأولى فيها عمالة كبيرة أوي. التانية أقل التالتة. على ذكر العمالة دور الإخوة اللي هم بيمثلوا في الحقيقة الرصيد اللي بيمثلوا العمالة اللي بيمثلوا الجنود اللي بيمثلوا الأذرع الحقيقية في تدوير هذه المنظومة وعلاقتهم بها ومدى التزامهم بتوباتها وقراتها في ظل أطورها الحالية اللي هي شغلة فيها أهمية هذا الأمر؟ يعني في الواقع إذا يعني إمتى يعني وصلنا يعني كويس سألت السؤال ده في ظل المثال اللي بيتكلم على منظومة مصنع ومراحل لا يمكن أن يتصور في هذه النظم الإنتاجية إلا أن الأفراد بيوظف في المكان الذي يوظف فيه. النظم الفكرية فيها شوية مرونة بس إحنا مش عايزين المرونة دي تستثمر لتعويق العمل يعني أنا بنؤمن ببركة الشورى دعكة من إن الشورى اللي بتنتزع في الشعوب بتنتزع حقها من الحكام ده عشان يجد رأيهم أو لكن أنت في نظام شرعي فأنت مقتنع بأن الشورى بركة وأمرهم شورى بينهم ولكن ما بتتكلم برضو في عدد كبير جداً لازم يتم مراعاة صعوبة إن الشورى تتم على مستوى القعدة فبيتم الشورى تتم على مستوى قيادات منطقاء عبر العمل كله يعني إذا وصلنا المرحلة من مرحلة التناهم الهيكل الإداري المنتظم القادر على نقل النط من الجميع المنتمين للدعوة إلى مؤسسة خزة قرار لمجلس الإدارة بدرجة نقدر نقول فيها أن الشورى تمت مع كل الناس لو أنا عندي الانتظام الهيكل الإداري بحيث أن أنا عندي رأي سأقوله المسؤول المسجد المسؤول المسجد سيجمع كل ما عنده ويقوله في جلسة المنطقة فيما أنا لو أنا عندي الهيكل صحيح وشغال ومغن ومتواجد سيحصل إن في النهاية في شورى مع الجميع الصغير مباشرة ويقول ليش أنا رأي راح فين؟ لو أنت قلته للمسؤول المباشر عنك يبقى وصل في الآخر ما هي المسألة لو عددنا مثلا ألف واحد مش هيبقى عندنا ألف رأي يعني المسائل بيقى فيها ثلاث أربع عراء فأنت في الآخر والله أنا إمام مسجد حقول أنا عندي في المسجد مئة أخر سبعين في المئة منهم عايزين كذب بيطلبونا أن احنا نعمل مليونية مثلا للسبب الفلاني والبعيد يقولوا لا بلاش ففي النهاية تحط خريطة ما بنقول القواعد عايزين بالإضافة لمن هو أكثر خبرة وأكثر ضرايع وإيه بقى القرار بيتخذ مؤسسة إتخاذ القرار في النهاية بشورى ملزمة بقى جوة المؤسسة هذه اللي قدر نعمله إن اللي قاعدين على الترافيزة هم اللي سيعرفوا يعيدوا بعض كويس الرأي ده أيده ستة والترأي ده أيده أربعة بالذات في المسائل هي كلها مبنى على توقع نتائج فعل ما بتوقع ردود فعل فلا بد إحنا إذن أن ينتزم الجميع عشان تبقى هذه المؤسسة يعني في عملها وفي إنتاجها لا سياما للأسس الرئيسية يعني معروفة وكلنا متفقين عليها ومنتجنا الرئيسي في تعلم العلم وتعليمه والاختزام بمنعك السلف فيه وتربية الناس على معالي الخير خلاص بروسنا منها ويبقى أن الدور الرئيسي للقاعدة أو الأبناء أو الجنود أو الأذرع أو القواعد أو أي مكان المصطلح اللي بيعبر عنه جموع أبناء المنتمين لهذا الكيان أمرين أولا دوام النصيحة وممارسة حق النصيحة وهو حق للقادة وممارسة أقصى درجات الانضباط بتوجهات الكيان وقراراته لضمان تثير المنظومة نعم يعني هو ابتداء أنا خليك سباق وفكر بدري وإرحق متخذ القرار قبل ما يتخذ القرار تبعث له اللي عندك وتبعث له اللي عندك أنت مفروض فيه تسلسل تعرف تبعث فيه حاجة وفي الآخر ثق أن كل الكلام ده وضع في موطقة واحدة وصهر وتم ترجح فيه بما نملكه من وسيل الترجيح أن الناس اللي اعتبروا في النهاية هم يعني قولي الأحلام وأنها هم الموجهين في هذا الكيان معظم هم مالة إلى هذا فهذا المرجح لنملكه فلما ينزل الكلام ده الجميع يلتزم به لأنه حتى لو كان غلط فطلب يعني هي كلها تبقى توقعات لما كلنا نلتزم به حيبان خطأ سنصححه بسرعة بينما لو هذا عمل كده لا حيبان لا صح ولا غلط فلما يجي نقول لا القرار ده غلط لا القرار ما كانش غلط ده عدم الالتزم به هو اللي ايه؟ هو الأفساده لكن لو الجميع التزم حتى لو غلط حيبان بسرعة يقوم اللي كان مؤيد ليه والأنا أنت راجعت الجميع ده بيشمل القيادات أن القواعد حتى القيادات الكل ينتزم في هذه المنظومة ضرورة ذلك ضرورة ذلك يعني ممكن ناخد وقت شوية عاما من نتعاود على كده بس إن شاء الله بس مسألة مهمة أن هذه الثنائية لا تنفصل بالنسبة لأي عمل الدين أنه هو يلتزم بإزداء النصيحة ويلتزم بقرارات المجموع الذي يعمل فيه يعني لا يمكن تصور غير هذا إلا يبقى تقصير بالب تجاه الكيان أنا جزاكم الله خيرا كثيرا 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 نفس المشكلة اللي بكر دايما فحادثنا مع الشيخ عاما منهم كثرت المسائل واحتياجنا الشديد لإستطلاع رأي شيخنا الفاضل فيها واحتياجنا الدائم في الحقيقة لكن يبقى إن إحنا نقدر نعتبر دي خطوة على هذا الطريق نقلنا بعض الأسئلة من إخواننا هنا كثير كنا حقهم إن إحنا نقولها لكن الوقت في الحقيقة متضيق هنودي بتذكير بمحاور حدثنا اللي إحنا مشينا عليه والمعاني اللي الشيخ أكد عليه إحنا تعرقنا في خمس محاور في كلامنا الشيخ جزاء الله خيرا نوضح لنا أهم المحطات التاريخية البارزة في تاريخ الدعوة السلفية منذ القديم حتى عصرنا هذا والخط اللي تبنته الدعوة السلفية اللي هي ننتمي ليها جماعة الدعوة السلفية على أيدي مشايخها وجيل المؤسسين وفكرها الاستراتيجي اللي مر بمراحل كانت أحدث هذه المراحل مرحلة الثورة وتبنت فيها الدعوة بعض الخطوات في استكمال لهذا الخط الاستراتيجي بأكد الشيخنا مرة تانية على أن خطوة الدخول في العمل السياسي هو نوع من التدعيم لهذه الاستراتيجية يبقى أن الأصل هو ممارسة الدعوة وتعبيد الناس لله سبحانه وتعالى ونشر الفكر والمنهج ولكن ده زائد العمل السياسي زائد غيره من الأعمال ينبغي أنه ينتظم في منظومة كبيرة هنطلق عليها عمل مؤسسي يعني دعوتنا ماشية في اتجاه العمل المؤسسي الذي كان يحلم به القادة منذ البداية هذا العمل المؤسسي له مفهوم وله أدوات أمها الشورى ودوام النصيحة والتزام الجندية والسماء والطاعة في جميع مستويات هذا العمل الحديث متصل ولم ينتهي لكن قدر الله ما شاء فعل يعني الوقت وقت صلاة المغرب فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بلقاءات أخرى يعني عديدة تجمع مثل هذه الوجود الطيبة وتجمعنا بشاخنا ومشايخنا الأفاضل جزاهم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه أمضي على ندي الصحابة والسلام خير القرون لكانة في الأمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة